بقى راح النادي الاهلي فاز بكأس مصر لكرة السلة فاز على مين؟ فاز على الاتحاد سكنداري اتحاد سكنداري مين؟ حمل اللقب لمسيمين متلين قبلها كسب نادي الزمالك في مباراة تسيادها النادي الاهلي على مدار المباراة بأكملها وفي مباراة الاتحاد كانت مباراة مثيرة جدا مباراة قوية جدا يفوز النادي الاهلي بكأس مصر بطولة الغائبة منذ سلاسة مواسم عن القلعة الحمراء بأداء رائع جدا من كل اللاعبين وأكيد أداء كبير من المدير الفني للفريق شرفني وينورني في هذه الفقرة واحد من نجوم فريق سلة الأهلي اللي ماشي بشكل رائع جدا هذا الموسم ومن الموسم اللي فات كمان النادي الأهلي بيقدم مواسم رائعة جدا الكابتن الكبير كابتن محمد أبو النصر الكابتن محمد مشرف ومنور سعيد جدا متواجدك معي حبيبي أنا أسعد شرف ليك وشرف بكل الموجودين أنا مقصود جدا أن أنت موجود معي النهاردة عشان من الناس اللي أنا بحب أفرج على أبوهم ده من حيث الأمور الشخصية لسه أكلمك على الأمور المهنية تكدو صرف ليه بجد والله يا حبيبي نادي الأهلي فوز في منتهى الصعوبة على الاتحاد السكندري في المباراة النهائية الصعوبة دي جاية أنت تتكلم اتحاد دايما فريق كبير في كرة السلة حمل لقب لمسلمين متلين في كأس مصر وبالتأكيد المهم ما كانتش سهلة أكيد طبعا فريق الاتحاد السكندري فريق محترم عليه تاريخ كبير آخر كم سنة زي ما حدا كورتا هم مسيطرين على البطولات دي حقيقة يمكن ما كانش فينا حظ يعني أن احنا في كذا فينال خسرنا السنين اللي فاتت الحمد لله السنة دي احنا ماشينا على موسم جديد بداية جديدة منهج جديد مع كابتن وجاستيل الحمد لله لحد دلوقتي احنا أثبتنا أن احنا نجحين دخلنا ثلاث بطولات أخدناهم وإن شاء الله يكون الدوري حالفنا بإذن الله السنة دي مباراة الاتحاد بقى الشعبات اللي وجدتك في هذه المواجهة حسيت إمتى أن المباراة ممكن تروح منك حسيت إمتى أن المباراة ممكن تتطير من النادي الأهلي والله بصة هو فرق يعني لعبة البسكت عمتا لعبة ثواني ما تقدرش تحكم الآخر الثانية من اللي يقصد بس أبع حكي لك بعد الفاصل كنت بحب البسكت جدا ولكن ده بطلتها قلت إيه أحافظ على صحتي لعبة أعصاب طول الوقت ما تقدرش يعني لو فرقة كسبان عشرة بونت ما تقدرش تقول أنها تخلص المواجهة وتكسب وممكن في آخر رديئة مثلا المواجهة يتقلب وفيه يحصل من الفرقة الثانية وهي اللي تكسب فمواجهة بيبقى موجود في الملعب لكن هي بقى بيختلف هنا تحضيرك أنت للمواجهة جهزيتك عقليا أنت لحد آخر ثانية أنت مركز في تعليمات الكوتش ومركز في تركيزك في الملعب وإصرارك وعزمتك أنت لآخر ثانية هتعيب فيه فايت أنك هتطلع على المواجهة كسبان فما قدرش أقول لك أن أنا إمتى أقول كده يعني بس أنا لا قدر أقوله لك أن أنا من قبل المواجهة ندخلين المواجهة أن إحنا هنكسب يعني أنا كنت حاسس أن إحنا هنكسب من قبل المواجهة من بعد المواجهة زي مالك الفرقة كتفائقة الفرقة مركزة وهدفها كان باين قوي أن إحنا دخلين نكسب مهما كانت الصعوبات الموجودة أنت شاط بتخشها وإنت حاسس أنك ممكن تخسر يعني بحس أن إنت مش يعني الفرقة مش مشة كويس الفرقة حلة مش كويس آه بالضبط يعني زي ما حداك بتقول كده ممكن فيه وقت كده مثلا تحس لأ إحنا يعني إيه مهزوزين شوي آه يعني إنت لبرده لما بتخسر المواجهة أو التاني ممكن تتهزي شوي يعني ممكن تبقى داخل المواجهة ما إنتش عندك ثقة المكسب لكن الحمد لله إحنا زي ما قلت الحضراتك السنة دي إن شاء الله يكون موسم استثنائي في النادي الأهلي ونقطر ناخد كل البطولات إن شاء الله بإذن الله حيس بإنك آه إن شاء الله حسس جسد فرق معاكم طبعا مدرب قدير مدرب كبير عقلية احترافية ما شاء الله يعني فارق معنا جوجوده في الملعب نفسيا بيعارف هو إزاي يسيطر علينا في النقطة ديت ودي فرق معنا جدا كمان مع كل العيف في الملعب آه والإثبات موجود يعني هو مش محتاج إن أنا أتكلم عليه عارف فيه مدربين يعني إيه قدم فيه مدربين نجوم يعني بس دايما في كورة السلم عقامل طبعا الاحترام لكل الأسماء اللي بتضرب في السلم كلهم أسماء كبيرة وعظيمة بس جسد ده تلاقي المصريين كلهم عارفينه يعني مش مش مدرب كورة مدرب كورة الناس كلها تبقى عارفية مدرب البسكت ممكن بعض الناس ما بيبقاش عارفينه لكن جسد نجم يعني بقى نجم أخوة شعبي دكتر مننا عايزة عايزة أقول لك إن إحنا كفرقة بنمشي في الشارع الناس بتصور معه متصور شمال صح كده؟ أيوة أنا مش قادرة تفهم تفتكي الليه؟ يعني تفتكي الليه؟ أنا بقول لك أكيد عشان هو برضو يعني بصراحة السنة اللي فاتت كان مع زمالك حقق دوري وحقق بطولة أفريقيا يعني حقق إنجازات برضو وكان يعني جديد عليه موجود إن فرقة تاخد كذا بطولة يعني يعني بتبقى صعبة في مصري يعني إن فريق يسيطر على كم بطولات بكم التركيز بكم الهاصل ده بيبقى صعب شوي يعني فهو ما شاء الله هو لحد دلوقتي يعتبر مخسرش بطولة دخلها من ساعة ما جاء مصر حتى قبل النادي الآلي بيلعب في أكبر أندية في مصر أكتر أندية جمهورية وطبعا النادي الآلي المكسب فيه غير يعني هو لما ياخد بطولة من أول بطولة أخدها أول بطولة أخدنا بطولة عربية مكسبها في النادي الآلي بيبقى ليه احتفالية خاصة بجمهوره يعني جمهور النادي الآلي كمور كبير شعبية كبيرة فده طبعا الناس بتحبه يعني غير ان هو بقى تحسه مصري أصلا يعني هو تحسه بملبحه بطريقته معنا احنا مع الناس حتى مع الناس في الشارع لو هو واحد معدي في الشارع وآخر الدنيا مثلا معادي صورة يقول له يقفله ويستنائي يعني بيحب جدا هو الكلام ده يعني معاكو انت بتقولي بحسه مصري معاكو بيعمل ايه فهنت بتحس بحتة هو بره الملعب هو واحد زي يعني واحد صاحبك يتكلم معاك ويخرج ويتمشى معاك يعني احنا يمكن بعد المطش الأخير رحنا أكلنا عند مطعم يعني بدون ذكر اسمه ناس هناك هو واحد منهم وقف ورقص معاهم وطلع موبايله وقعد يتصور مع الأجواء ومع المكان ومبسوط فهو يعني حابب جدا الأجواء ولعيشة في مصر وبيحب المصريين جدا هو مرتاح مع النادي الآلي يعني لحد دلوقتي ان شاء الله يعني يكون فعلا هو ده اللي موجود وانه هو مرتاح واظن هو فكرته احترافيا أكتر بس يعني هو حابب المكان حابب النادي اللي هو موجود فيه يعني دايما لما بيجي يتكلم النادي موفر لنا كل حاجة اكبر نادي في افريقيا فده اكيد طبعا مرياحه نفسيا انه هو كبيزنس يعني انه هو عارف يشتغل في مكان موفر له كل حاجة هو عايزها يعني طيب النادي الآلي قبل مواجهة الاتحاد كان عنده مواجهة قدام نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر المواجهة دي كنت حاسسها مواجهة ميسرة للآهلي انتو كنتم موفقين جدا الفارق كان كنتم حافظين عليه تقريبا طول المباراة اللي سهل المهمة دي بالنسبة لك قدام الزمالك والله يبص هي مش مهمة سهلة لا لا مش مهمة لا انا اصد انه هتلعب قدام الزمالك هي مواجهة كبيرة مواجهة كبيرة بس بتكلم على عدد النقاط اللي كانت بيبقى فيها فرق في معظم فرقات المباراة فيباني انها سهلة لكن طبعا اكيد كان فيه صعوبات في الملعب انا كنا مسيطرين على الجيم من اول ديئة فعلا يمكن ده كان ليه توابع زي ما بقول لحضرتك من قبل الماتش انت داخل البطولة انا هدخل اكسب فده يعني عزيمة واسرار للفرقة انت مركز ان انت داخل البطولة من اول ماتش ده ماتش كاس ماتش فينال انت تلعب ماتش زي مالك كأنه ماتش الفينال بالزبط فده كان فارق معنا احنا نفسيا انه يعني انت مركز من اول ديئة فانت راكب الجيم من اول ديئة ومحافظ على ده لحد اخر ماتش يمكن الاسكور فعلا منزلش غير حوالي اربعة بنت طول الجيم وهم ما تلعوش علينا طول الجيم وده كان من اسباب المكسب حتى انه نفسيا زي ما حدك قلت هو كان مريحنا نفسيا ان انت خلاص انت الجيم ده انت عديته وبتفكر في اللي بعده يعني لكن طبعا فارق زي مالك فرقة محترمة وفرقة كبيرة وماتش اهلي زي مالك بيبالي حسابات كتيرة انت عارف حتى جمهور كمان بيبالي يعني عند اللعيبة توطر خاص وكده بس احنا كنا مركزين والحمد لله يعني انها عدت بسهولة يعني زي ما انت قلت قلتلي ان البطولات اللي جاية كلها للنادي الاهلي انت حاسي البطولات الموسم ده البطولات اللي فضل لكم الموسم ده دور السوبر دور السوبر ده هو اهم حاجة في الموسم يعتبر عشان هو كمان بيأهلك انك تلعب بطولة افريقيا بالنظام بتاعها الجديد فده الهدف ان انت عايز تلعب افريقيا وعايز تاخد افريقيا وعايز تنافس افريقيا بس لازم تاخد دور السوبر الاول وطبعا هو غايب عن النادي الاهلي بقى له فترة بقى اننا كتير ما اخدناهوش صراحة يمكن من 2016 فاحنا هدفنا الاول والاخير ان دور السوبر ان شاء الله باذن الله ناخده وبعد كان نفكر في افريقيا حاسي ان في الاهلي الوقت متكملة يعني فيها عناصر كلها متكملة حاسي ان في الاهلي هي فعلا بغض النظر ان انت اكيد هي في الاهليتك فهتبقى بالنسبة لك متكملة بس اصد انه حاسي ان العناصر كلها موجودة بكواليتي كبير انا قدر اقولك ان ده اكتر وقت النادي الاهلي اظن المفروض يسيطر على كل بطولات عشان حاجة كمان غير ان اللعيبة والمنظومة اللي موجودة عندك يعني كمية ناشئين طلعة من تحت تقدر انها تشيل الفرقة دي وتقدر انها تكمل المسيرة بعد اللي موجود وتساعد اللي موجود وهي حاليا فعلا بتساعدنا باللي موجود بيحصل اي عجز في اي position اي لعيبة بتتصاب هما بيموجودين وبيبؤد المسئولية دي تلعيب على مستوى ما شاء الله يعني فغير المنظومة الكاملة يعني من مدير فني من جهاز كامل مساعد مدرب من مدرب عام كل المنظومة هي منظومة كاملة وانت ماشي على الطريق الصح للمكسب يعني فازن يعني انا 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 يعني اعمل ان الفترة اللي جاية كلها يبقى فترة بتاعتنا ونسيطر ان شاء الله على كل بطولات وان شاء الله تكون هي دي الفترة اللي نسطر فيها تاريخ انت موجود من الاهلي من امتى موجود في الاهلي من امتى من زمان قوي من حوالي 8 سنين من 8 سنين كنت جايب من اين كنت جايب من نادي الطيران اصلا بس انا اصلا ناشئين نادي سموحة واساسا من دسوق كفر الشيخ مولود هناك طيب بما انك 8 سنين في النادي الاهلي فانت عيشت قدود افعالي الجماهير جميع النادي الاهلي جميع النادي الاهلي دايما عشان جميع النادي الاهلي غالما بيبقى مساعدة العرب بطولات سواء محلية او افريقية في كرة القدم فبقى مستنين كرة السلة دايما تبقى زيها كرة القدم فانت اكيد عشرة زعى للجمهور الكتير يحسسوا بيقولك لا احنا ما عندناش في الاتسلة جامدة احنا مش عارف ايه مش هنشجع سلة احنا في مشكلة في السلة اكيد انت عيشت الكلام ده كمشجع للنادي الاهلي حتى غير ان انت رعيب في النادي الاهلي ليه كرة السلة دايما في النادي الاهلي في السنين اللي فاتت بلاش حتى دلوقتي دلوقتي كل التوفيق ليكون ان شاء الله بعيدة عن انها فكرة انها تركب البطولات زي كرة القدم بس هو انا يعني هي النقطة دي بالزيت ممكن ايه الفرق بس ان فرق كرة السلة في مصر المنافسة بينها بين الانديية كتيرة يعني على عكس مع احترامي لأي لعبة تانية لو انت جيت دورت مش تلاقي فيه كم المنافسة انت عندك في الكورة مسلا اهلي زمالك بالزبط لكن في البسكت انت عندك اربع خمس فرق بالزبط يعني انت في البسكت ما تقدرش تعرف مين اللي هيلعب فينال اصلا مين اللي هياخد دوري انت عندك مش اقل فعلا من اربع خمس فرق بتنافس وحاليا ممكن يبقى سدك ست فرق كمان بتنافس على الدوري وارد جدا انت عندك اهلي وزمالك والتحاد وجزيرة وطرق الجيش وجيء وسبورتينج وسموحها وبتلاقي في وسط الدوري سبورتينج بتكسب جزيرة وسموحها بتكسب متحاد واتصالات دلوقتي فرق لسه طالع ما شاء الله مش هيك كويس بتكسب عندها كبيرة فالمنافسة كبيرة قوي فبتبقى يعني صعب قوي ان انت تحدد فتقدر تقول ان في حد سيطر على الدوري لفترة طويلة يعني بكتير خالص لو جيت دورت في التاريخ كله تلاقي مثلا فرقة اخدت الدوري مرتين وربعات مش اكتر من كده مفيش ست وسبع مرات وربعات وعشر مرات مفيش الارقام ديت وتاريخ كل فرقة وقريب من بعض يعني مثلا فريق واخد عشر بطولات على مر السنين واحد تاني سبعة واحد تاني ستة فازن ده اكيد هيفرق عمتا يعني مزاي القدم مزاي الطائرة ومزاي حتى اليد فبيفرق يعني في اللعبة نفسها طيب هسألك سؤال عريق تاني معلش انا مش عايز اسألك اسألك اسألة كبيرة بس انا فيه سؤال برضو دايما بيشغني انا كراجل بتاع رياضة وبتاع كورة يعني ليه مثلا ما بتشوفش لعب مصري في كورة السلة في الـ NBA NBA بالنسبة لكورة السلة هي الـ Premier League بالنسبة لكورة طيب منور كده زي محمد صلاح في الـ NBA مثلا يبقى اسم عالمي كبير جدا في دولة الكورة ليه دايما كورة السلة عندنا يعني آه بيثبت لعلينا بعض المحترفين قليلين كده في بعض الدوريات بس مش الاسماء الكبيرة اللي هي الصف الاول في العالم الله يبص هو دي منظومة NBA دي منظومة يعني عالميا هي انجح منظومة يعتبر حتى يعني هي في امريكا فوق كورة القدم عديها بكتير يعني ان انت توصل للمرحلة دي اكيد محتاجة ان انت تبقى منظومتك هنا اصلا تقدر تساعدك انك توصل للمرحلة دي فيعني احنا اصلا مصر افريقيا مش يعني ما بتقدرش انك تروح تاخد افريقيا وانت مستريح يعني احنا تاريخنا في الكافريقيا مش مش على مستوى كبير يعني انت يمكن خدتش البطولة كافريقيا وصلت كاس عالم فانت ازاي هتطلع اللاعب زكاة المنظومة عندك اصلا مش ناجحة للدرجة دي هتطلع ازاي المستوى اللي هو يوصلك للمكان ده لكن انت دلوقتي ممكن تقول اه بدأ فعلا فيه اولاد بيروحوا حاجة دوري جامعات ممكن يتشافوا اكتر فبيطلع بدري من وهو صغير فبيقدر يتعلم ويوصل لمستوى اللي ياهله ان انت تروح للدوري للامبيئي لكن انها تطلع زي محمد صلاح وكده اظن صعب شوية طيب من الحاجات اللي انا دايما بحب اسأل عنها اي حد يكون معا ديفي في الفترة اللي جاية دي او الفترة اللي فاتت حتى لو بيد عن لعبتك مطش مصر وستين ريال في كاس العالم تصورات كاس العالم كل تقاطر شنت زينا يعني هتبقى مشجع وبيستن المطش يعني مش عشان انت بتاعكول السلف هتبش هيفر معاك مصر في كاس العالم المواجهة دي شايفة هزي عايز اسمع منك كلام كورة بقى تبتحب الكورة الاول ولا ما بتحبها لا والله انا بحب طبعا لا بالاساسية علينا بحبها جدا بس يعني يمكن بكتفي بالضغط اللي علي في لعبتي ببقاش عايز ضغط زيادة لكن طبعا مطشاط منتخب لازم اكيد بتفرج عليها اكيد بتأثر بها نفسيا يعني بس يعني ده مطش ان شاء الله اللي جاي احسن يعني ان شاء الله يكون اللي جاي احسن بإذن الله ويعني مطشو خلاص عدده ما قدرش تكلم عليه كتير يعني مش عايز ده مطش الفاينة بتاعكاس أفراكي احنا عندنا ان شاء الله بإذن الله مطش يوم 25 اللي وصلنا كاس العالم بالزبط يعني ده الاهم بقى تشرفتين ونورتين والله مليون مبروك فوزي النادي لأهلي بكاسف مصر كل التوفيق ليكم في البطرات اللي جاي حيناورتين